وإلى لبنان حيث التقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التقى الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بره في اجتماعين منفصلين وبعيد لقائه عون أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات في حال استمرار وجود عقبات في طريق حل الأزمة اللبنانية تشمل هذه الخطوات فرض عقوبات محددة على مسؤولين لبنانيين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حاد عن الدبلوماسية قليلا ووجه من القصر الجمهوري اللبناني رسائل حازمة للقادة اللبنانيين على القادة اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم يجب تشكيل الحكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فورا مجلس الاتحاد الأوروبي قد يفرد عقوبات على مسؤولين اللبنانيين لكننا نأمل أن لا نكون مضطرين لذلك التلويح بالعقوبات إذن لكن الأمر ليس بجديد وقد سبق أن لوحت فرنسا بهذا مرارا وإن لم تطبقه خشية من تداعيات العقوبات على الحالة الأمنية والأخيرة فيما لو حصلت قد تدفع باللاجئين السوريين في لبنان وغيرهم باتجاه شواطئ أوروبا الفوضى الأمنية أوروبيا بيعتبروها أنه هناك مليون ونصف مليون نازح سوري هؤلاء ستبدأ السواحل اللبنانية ينطلق منها قوارب هؤلاء النازحين باتجاه أوروبا وهذا ما يرعب الاتحاد الأوروبي مخاوف من امتداد الامهيار الاقتصادي إلى الحالة الأمنية أحد الأسباب بحسب كثيرين التي دفعت فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي دعما للجيش اللبناني المؤسسة الأخيرة المتماسكة في لبنان كما قال قائد الجيش لم يعد للفرص الأخيرة مجال في السياسة اللبنانية مبادرات حكومية سقطت وأخرى تترنح فيما يبدو أن اهتمامات أوروبا تركز اليوم على الحصن الأخير الأوضاع الأمنية بعد تلاشي الحلول السياسية علي رباح العرب بيروت نناقش هذه التطورات السياسية في لبنان مع ضيفتنا تنظم إلينا من بيروت السيدة دينيس عبدالله حداد الكاتبة الصحفية مرحبا بك معنا أستاذ حداد فرنسا ضغطت تحول مكرو مراتين إلى بيروت الولايات المتحدة فارضت عقوبات على جبران باسيل ومسؤولين اللبنانيين ماذا بيد الاتحاد الأوروبي اليوم ليفعله كي ينجح فيما فشل فيه الآخرون نعم طبعا ليس جديد الحديث عن فرض عقوبات ولا جديد ما حمله سيد بورل اليوم معه إلى لبنان العقوبات بحد ذاتها لا تقدم أو تؤخر في موضوع تشكيل الحكومة في لبنان في موضوع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون وفي موضوع التهديد الأمني الذي يطغى شبحه اليوم على الواقع اللبناني لكن جاء اليوم بورل ليقول للمسؤولين اللبنانيين وليعتمد سياسة العصى والجزرة لم يقل بالمباشر سنفرض عقوبات إذا لم تفعلوا كذا ورا كذا استخدم لغة ديبلوماسية ليعتمد سياسة العصى والجزرة وليذكر المسؤولين اللبنانيين بواجباتهم بتشكيل حكومة بإجراء إصلاحات سريعة لكي يساعدهم المجتمع الدولي وحين سئل عن موضوع العقوبات قال أنا لست مدعيا عاما ولكن أنا جئت كصديق ومن باب النصح وهي سياسة ديبلوماسية ربما تفرضها الأعراف الدبلوماسية في عدم التدخل نعم في الشؤون الداخلية ربما من هذا المنظور طيب سيدة حداد تقولين بأن العقوبات لن تقدم ولن تؤخر شيئا ربما هي كذلك طيب ما هي الحلول ما هي أوراق الضغط الحقيقية التي بيد الاتحاد الأوروبي وبييد السيد بورال والتي يمكن من خلالها أن يسهم في التقدم سياسيا اليوم في لبنان وتشكيل هذه الحكومة نعم لأكون واضحة العقوبات لم تقدم أو تؤخر في طريقة عملية ولكنها وسيلة ضغط يمارسها المجتمع الدولي على السلطة اللبنانية التي تنأى بنفسها عن هموم واطنيها ماذا يملك المجتمع الدولي غير هذه السياسة أي أن يستخدم قبضة حديدية في قفزات حريرية لا يملك المجتمع الدولي وسيلة أخرى للضغط على هذه الطبقة السياسية التي تترك ناسها تزل على أبواب المستشفيات وأبواب الصيدليات ويقفون في طوابير أمام محطات البنزين نعم العقوبات أو التلويح بالعقوبات هي جزء من سياسة المجتمع الدولي لبين مزدوجين تهديد هذه الطبقة السياسية وهم بطرقهم الدبلوماسية يعتمدون كلمة ربما لحسهم لدفعهم لتشجيعهم لكن في واقع الحال كان حازما في تأشيره إلى الواقع المثري هو وصف وضعنا بالمرعب وقال أن اللبنانيين يدخلون في الانهيار المالي استخدم تعابير فعلا مقلقة تعابير تؤشر إلى واقع مأساوي وقيل وما نمي إلينا من أوساط لقاءاته سواء بالرئيس ميشيل عون أو الرئيس نبيه بري أنه كان واضحا طبعا بلغة ديبلوماسية لم يتطرق إلى العقوبات في الجلستين بشكل مباشر لكنه لمح إلى أن هذه الأمور لا يمكن أن يستمر وأن على اللبنانيين يساعدون في المجتمع الدولي لم يحمل جديدا بهذا المعنى نعم هذا الواقع الذي لا يمكن أن يستمر كما يقول برال ما هي الحسابات التي تحكمه اليوم سيدة حداد ما هي الحسابات السياسية التي تحكم الموقف اليوم والذي جعل من الوضع متأزما بهذه الدرجة في الحقيقة قالها بوريل نفسه اليوم حين أشار إلى أن أزمتنا الفاعلية هي أزمة داخلية وكل فريق مع الأسف الشديد يحاول أن يحصل على أكبر حصة ممكنة من السلطة وكل فريق هي محاصصة وسراع على السلطة واستنزاف ما تبقى من قدرات هذا البلد ومن إمكانيات شعبه على الصمود كل فريق يراهن على لعبة أممية ما من فيينا ومفاوضات فيينا مرورا بالعراق وانتخابات إيران وصولا إلى سوريا وموازين القوى على أمل تحسين ظروفه وتحسين حصصه في هذه الجبنة اللبنانية التي يتقاصمونها لكن في واقع الحال أزمتنا الحقيقية أزمت مسؤولين فاسدين أزمت مسؤولين غير مسؤولين عن شعبهم وعن ناسهم قالها المجتمع الدولي نحن مستعدون وكررها بر لليوم نحن مستعدون لمساعدتكم ولكن عليكم أن تساعدوا أنفسكم وهذا مع الأسف ما لا يحصل نعم وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك يا سيدة دينيس عبدالله حداد الكاتبة الصحفي كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر